السلام عليكم أصدقاء إذا رسميا هكتور كوفر يعلن عن قائمة الأولية لمنتخبنا الوطنة المشاركة في كأس آسيا قطر 2024 قائمة الأولية راح تكون بغياب عمر السومة ومحمود المواس لأول مرة من السنوات يجرؤ مدرب على استبعاد عمر السومة ومحمود المواس هذه القائمة الأولية راح يكون في قائمة نهائية بالأيام القادمة هي عبارة القائمة النهائية راح تكون عن 26 لاعب بالإضافة خبر المفرح اليوم الخبر الرائع اليوم يهلا بالحب يهلا بالمايسترو يهلا باللاعب يهلا بإبداع منتصف الملعب بها يهلا بخليل الياس خليل الياس عم يأعلن رسميا بفيديو تحية للجماهير السورية وانتظرونا بقطر 2024 حكينا بالفيديو الأمس أنه خليل الياس ضمن القائمة الأولية ضمن القائمة الأولية وبأي لحظة ممكن تحضر فيديو يعلن فيه عن انضمامه لمنتخبنا الوطني إضافة جدا مهمة راح يكون خليل الياس يهلا بالحب خليل الياس خلينا نحكي عن قائمة الأولية لمنتخبنا الوطني خلينا نحكي عن القائمة الأولية لمنتخبنا الوطني يلي راح تكون بحراس المرمة إبراهيم عالمي أحمد مدني طاها موسى بالإضافة لماكسيم صراف هذول الأربع حراس راح يكونوا بالقائمة الأولية طيب نحن بهذه القائمة الأولية الأربع حراس لو انوجد لو انوجد لياس هدايا بالضمن هذه القائمة كان ممكن يكون في نهايات كاساسي إنما ماهنو موجود بالقائمة الأولية خلينا نكمل راح يكون عنا سائر كرومة مؤيد خولة عمرو جنيات كامل إحمايشي خليل اللياس محمد المرمور عمار رمضان عمر خريبين ياسين سامي أنا باستغرب أنه الأماني باستغرب أنا أنه تم استبعاد عمر السومة محمود المواسو تم ابقاء عمر خريبين باستغرب يعني أنا إذا بدأ استبعد فإذا بدأك تحضر أداء بدأك تطيب ما بين المواسو والمواسو والسومة والأخريبين فأسوأ والأخريبين بين الثلاث بكل أماني أيهم أوسو سعد أحمد خالد كردغلي عبد الرحمن ويس محمد عثمان إلهام ألام إبراهام إبراهام أو فينا نقول إبراهيم إبراهام محمد الحلاق وجوده مهم راح يكون بتمنى أن يكون بالقائمة النهائي محمود الأسود عم نرجع نشوفه بالقائمة الأولية الأولية بعد إبداعه بمعنى هذا الكرام بالدورة السورية بابلو صباغ إضافة جدا مهمة مارد كيان عمرو ميداني عمرو ميداني بيجي مع الورقة يعني مطفوعة مع الورقة أساسي بتيجي الورقة قائمة منتخبنا والطبعة عمرو ميداني يعني مع الورقة بيجي عبدالله الشامي مؤيد العجان محمد عنز إزاكيل العم مالك جنعير فهد اليوسف إبراهيم هسار علاء الدالي وانطيونو يعقوب هذه هي القائمة الأولية لمنتخبنا الوطن المشاركي في كأس آسيا قطر 2024 بانتظار القائمة النهائية اللي رح تكون عبارة عن 26 لاعب إذن كأس آسيا قطر 2024 لا يوجد عمر السومة كأس آسيا قطر 2024 لا يوجد محمود المواس كأس قطر 2024 يوجد أيهم أسو يوجد خليل الياس وبابلو صباخ تلف منتخبنا هذا اللي عم نطالب فيه نحن بسنوات يستغرب يعني البعض ما كانوا متوقعين استبعاد عمر السومة بكل أماني بكل أماني نرجع لخبرنا الثاني يهلب الحب يهلب الإبداع يهلب الماسترو خليل الياس بفيديو مصور عم يأعلن عن انضمامه لما انتخبنا الوطني خليل الياس لاعب ممتاز لاعب رح يكون إضافي خليل الياس حاليا مع سانوريزو الأرجنتيني رح يتم انتقال أو رح ينتقل إلى فريق ماليزي براتب سنوة تقريبا ما يقارب 3 مليون دولار طيمة العقد 3 مليون دولار أيضا كان عم تجي بعض العروض من ريال مايوركا وفالانسيا اختار الفريق الماليزي لأنه الراتب بيكون أعلى ما اتفق مع ريال مايوركا وفالانسيا في الدورة الإصبانية بسبب قيمة العقد يعني البعض بقولك حدي بروح للدورة الماليزية بيترك الدورة الإصبانية في فروقات كل لاعب بيحسب على طريقته يعني بقولك بعض اللاعبين بقولك لأنا خليني أخذ قيمة عقد مالي أقوى وكون الأساسي وكون السوبر وكون الأفضل وكون القائد بالفريق الماليزي بينما إذا بدأ روح للدورة الإصبانية ريال مايور كونفرانسيا ممكن يكون بديل ممكن صعب أخذ فرصة ومع هيك رح تكون ممكن إلعب دقائق أقل وممكن أنه يكون الراتب أقل أو هو الراتب بكل تأكيد أقل بالنسبة لقائمة منتخبنا أرجع لقائمة منتخبنا خلينا شوين نحكي عن خليل الياس يلي اليوم استمتعنا بالخبر خبر انضمامه لو منتخبنا الوضع صار عنا بابلو صباغ أيهم أوسو خليل الياس كنا نتمنى لياس هدايا أنما هذا الشيء ما حصل للأسف بالنسبة للقائمة يعني تعودنا نحن دائما الأسماء نفسها باستثناء الإضافة اللي حكينا يعني تعودنا عبراهيم عالمي وأحمد مدني وطاها موسى كرومة والخولة وعمروج النياد والحماشي خليل الياس هو الإضافة طبعا عمار منه رمضان عن كون الإضافة بالأمن الأخيرة الخريبين متعودين عليه يكون أيهم أوسو هو الإضافة هو الشيء جديد بمنتخبنا إبراهيم هو الإضافة زكيل عام هو الإضافة جديدة لعنا خليل الياس وبابلو صباغ هن المحترفين يعني نحن عاليا عم نحكي عن المنتخب فيه مجموعة منتازة من المحترفين هذا عم نطالبه من السنوات إن شاء الله مع اللعبين الذكرناهن مع المحترفين الذكرناهن قادمونا يا آسيا لازم يعني بكل أماني أنا بعد ما لعبنا أول مبارتين بتصفيات كأس العالم كوريا الشمالية واليابان أنا كنت خايف من نهاية كأساسية إنما هلأ مع بابلو صباغ أيهم أوسو وخليل الياس إزاكيل العام عسار عنا كثير لعبين فبلشت لازم هذا المنتخب يحقق نتيجة لازم هذا المنتخب يعطي شيء بأرض المرعب إن شاء الله متفاعلين قولوا يا رب نصول قاسيون قادمون إن شاء الله متل ما قال خليل الياس انتظرونا في قطر 2024 اتمنى الانتصار لمنتخبنا بتمنى أنه الصورة تختلف إن شاء الله وإن شاء الله رح تختلف اتمنى دائما تظلوا خير السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر